السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهلا بكم في حلقة جديدة نتابع فيها تصريحات جديدة على حل البرلمان تصريحات موجهة إلى رئيس الجمهورية وتصريحات أخرى موجهة إلى حركة النهضة وراشد الغنوشي نبدأ بتصريح ليلة الحديد عن حركة الشعب تقول أنه حركة الشعب تدعو إلى الإسراء في حل البرلمان يعني حلوا بطريقة رسمية بطريقة قانونية عن طريق أمر يصدر في الرئيس الجمهورية التونسية أنه تم حل البرلمان أما أنه يقعد البرلمان في حالة تجميد أنه قاعدين ينشطوا في الخارج ردود فعل البرلمان الدولي يعني أصدر بيان اللي هو متقلق برشة على الوضع البرلماني في تونس وتعطيل عمل البرلمان أنه بدأوا يعني جميعا قاعدين يتحركوا قاعدين يضغطوا قاعدين يوصلوا في صورة إلى الخارج على أنه يعني يعني فما برشة حاجات خائبة وبرشة حاجات يعني كما سميوها هما انقلاب ليلة الحديد دعات رئيس الجمهورية قيس سعيد مباشرة أنه يفصل فيها الموضوع ويعلن حل البرلمان ديريكتومون بعدها الدعوة إلى انتخابات مبكرة طبعا بعد تنقيح القانون الانتخابي حسب تصريحها نلقاه أيضا التيار الشعبي زهير حمدي الأمين العام للتيار الشعبي يقول أنه لازم تتم المحاسبة اللي بيش تأدي فعليا إلى حل حركة النهضة والسجن لقيادتها البرزة الأمين العام لحزب التيار الشعبي زهير حمدي قال أنه حركة النهضة بيش تكون أول المعنيين بالمحاسبة في الفترة المقبلة سواء فيما يتعلق بالإرهاب أو الإغتيالة السياسية وغيرها من الأمور اللي صارت في تونس وقال لزهير حمدي لحركة النهضة بيش تدفع الثمن لنجم يوصل إلى الحل يعني حل حركة النهضة حل الحزب والعقوبات السجنية لأبرز قيادتها الغنوشي البحيري رفيق عبد السلام عدة قيادات يعني من الصف الأول اليوم إشكال سياسي حقيقي خاصة مع عدم حل البرلمان بشكل رسمي مع يعني الدعوة إلى انتخابة تشريعية مبكرة سابقة لأوانيها بيش نجمو معناها نعمل تأكد تسقيف الزمنية ذي كم تعالى وضع الاستثنائي زيدا بيش ما نقعدوش فما حالة الجمود السياسي هذي وحالة الشلل السياسي نطلقو إلى أمور فعلية الاتحاد العامة تونسي للشغل اليوم يرى أنه وقيت صحيح معاش النجمو ضيعوا أكثر وقت من عكا وقيت بيش نتفهمه على خريطة عمل أو خريطة طريق أو اتفاق اللي بيش تكون المنظمة الشغيلة حاضرة فيها هذا كان تصريح للأمين العامل مساعد ثمير الشفي اللي يقول تونس تعيش شلل وجمود السياسي على حد تعبيره وقال سمير الشفي أن الرئيس قيس سعيد لازمو يتجه نحو تجميع جميع الأطراف والمرور من التشخيص إلى مرحلة الجلوس على طاولة واحدة للخروج بخريطة عمل تكون محل اتفاق والتزام من الجميع يعني حوار وطني على شكلة الحوارات الوطنية اللي كانت تتعمل قبل رغم أنه قيس سعيد رافض الحوارات هذي شكلا ومضمونا ويعتبر أنه يعني ما يتحورش مع الناس الفيسدين ما يتحورش مع الناس اللي أجرمت في حق تونس اللي أجرمت في حق الشعب التونسي في حين أنه اليوم اتحاد الشغل يقول لك لازم نسيقها وما عنا حتى حل اليوم إلا أنه إحنا منا متعركين مختلفين نقضوا مع بعضنا الناس الكل وخلينا نخرجوا باتفاق يجلزم جميع الأطراف والاتفاقات هذية يتم تنفيذها على أرض الوقع بيش أحنا يزينا من هالوضع هذي اللي أحنا فيه اللي ما نش فهمين معنش خريطة الطريق معنش وين بيش نمشي وين بيش نعمل دونك ينقضوا مع بعضنا كلتا ونقروا وقتا نعملوا انتخابات تشريعية زيما كهو ولا انتخابات تشريعية ورئاسية ولا معاهم بلدية كيفيش نعملوا في الحكومة كيفيش بش نعملوا في الانتخابات يعني قانون الانتخابات كيفيش بش نعملوا في النظام السياسي زيما نعملوا استفتي ولا ما نعملوش يقول هالترتيبات هذي الكل والنقاط الصغيرة هذي الكل ولو أنها مش صغيرة بمعنى ولكن خليني أقول أنه نقاط ضمن عدة جديول يعني نقاط هذه الكلها الناس الكلها تشارك فيها و الناس الكل تأتي رأيها فيها وتكون فهمها تمثيلية وتكون عندها مشروعية وتكون كل الأطراف فشركتنا ذكروا الناس الكل وأنه الاتحاد العام التونسي للشغل كان قدم مبادرة حوار للرئيس قيسي سايد قبل 25 جوليا كان فهمها ممواطلة كبيرة تقريبا قدمها من نوفمبر 2020 يعني عندها أكثر من عام مبادرة الحوار اللي قدمها قيسي سايد ولكن بعد ما تعثرت قيسي سايد مرا يقول لهم بش نعملها وبعد يقول لهم مانيش بش نعملها مانيش بش نحتضنها المهم حتى الوين جاي 25 نجويليا وتعرفوا شنو اللي صار هذيك كل شيء تبدل اليوم يحب زيد اتحاد الشغل أنه يلعب دور أساسي في الصحة السياسية كيفيش نذكروا ربع رائل الحوار الوطني اللي كان يقودهم الاتحاد العام التونسي للشغل اللي قادر الحوار ذكا لأفضى إلى جائزة نوبل للسلام ومنع تونس من حرب يعني أهلية بعد الاختيالات السياسية اللي صارت في 2013 نلقى تصريحات معادية لرئيس الجمهورية من قبل أبرز قيادة النهضة صهر راجد الغنوشي رفيق عبد السلام يقول رفيق عبد السلام أنه رئيس الجمهورية لم يعود قادرا على مسك أعصابه وقال معاتي نجم حتى يضبط انفعالاته النفسية يعتبر أنه رئيس الدولة بكل بساطة هو مصاب بمرض خطير اسمه متوحدة الهوس الغنوشي يعني باللغة العامية اللي حاب يقول مهلوس برشد الغنوشي قال معادش قادرا على أنه يمسك أعصابه وإلا يضبط انفعالاته النفسية تقريبا يقول ما تتعديش جمعة من غير ما يكرر الاستيوانة المشروخة متاعه يوم لا ينفعه منسب ولا مصاهرة وبتبع الكلمة هذي اللي يقول فيها قيس سعيد هي تعني بالأساس راجد الغنوشي هو صهره اللي هو رفيق عبد السلام ويقول أنه هو يعرف اللي هو يقصد رفيق عبد السلام معناه راجد الغنوشي يعرف اللي هو يقصد معناها ولكن يتوجه بعد ذلك لتوجيه سيهيمو الطائشة شخصيا ولكن في الحقيقة هالسيهم هذي مواجهة إلى قلبه الأسود كما يقول رفيق عبد السلام على رئيس الجمهورية المليء بالأحقاد قبل أن يواجهها لغيره يعتبر رفيق عبد السلام أنه قيس سعيد فقد سوابه بعدما أصبح تلاحقه صفة الإنقلاب المغتصب للسلطة عنوة فلا يجد من حجة يدفع بها عن نفسه ولا دليل يغطي به خياراته الإنقلابية غير السب والشتيمة والتشنيع بكل من يعترض عليه في موقف أو تدوين حرة على طريقة خصومات صغار الحومة على أحد تعبيره اليوم نلقى برشة ضغوط يمرسوها النهضة والأخوين والنواب السابقين أو بعضهم طبعا اللي تابعين للنهضة وقلب تونس وتليف الكرامة نلقى والبرلمان الدولي عبر في بيان مهم جدا على انشغاله إذا تعليق أشغال البرلمان التونسي البرلمان الدولي اللي يشارك فيه بسامة الخليفة وفتح العيدي وسامة الخليفة قلب تونس فتح العيدي عن حركة النهضة بعد موجه دعوة إلى رئيس البرلمان رئيس البرلمان من جمشي سيفر لأن ورشت الغنوشي لازم يطلب من رئيس الجمهورية أنه سيفر خطر العلاقات الخارجية تم رئيس الجمهورية بالتالي إذا كانوا بشي سيفر رئيس الحكوم ولا رئيس الجمهورية لازم يعلم رئيس الجمهوري إذا كان بشي سيفر رئيس الحكوم ولا رئيس برلمان لازم هم يعلموا رئيس الجمهورية أقبل وهو ليوفق على الخروج هذا تونك مخرج ومشي وسامة الخليفة وفتح العيدي في مزوز مناسبة الكل هم قالوا مروا الوضع عن سافا باديتو انقلاب وتضيق الحرية وتضيق على الأشخاص الستيرا فالبرلمان الدولي يعني قال اللي هو متقلق من تعليق أشغال البرلمان التونسي متقلق زيدا على الحقوق الفردية للنويب حسب الرسائل اللي وصلته بتابعة الحال